السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد درس اليوم سيكون حول الصنف المجرد هذه المفاهيم عندما أقول كلمة مجرد تصبح صعبة قليلا لأن فهم شيء مجرد وغير تطبيقي فيصيبك بالملل ويعني لا تعرف من الذي تفعله لذلك قمت بجلب مثال تطبيقي هنا جميل جدا جدا لكي أشرح لكم ما هو مفهوم الأبستركت كلاس وكيفية الاستفادة منه في الحياة الواقعية أو في المشاريع الواقعية كما ترون قمت بعمل مجموعة من الكلاسات الأول Rectangle والثاني Square والTriangle والCircle هذه مجموعة من الأشكال فلدينا مستطيل ومربع ومثلث ودائرة فكما ترون أول شيء ربما تلاحظونه جديد أني قمت بتعريف أكثر من المتغير في نفس الوقت وهذه شيء جيد في لغة Dart يعني تقوم بتعريف أكثر من المتغير بالنفس النوع بهذه الطريقات تقوم فقط بفصلهم بالفاصل الآن ننتقل للسؤال الحقيقي جميع هذه الأشكال هنا هي شكل يعني يمكن أن نسميها Shape يعني نذهب مباشرة ونقوم بعمل كلاس أقوم بتسميته مثلا Shape وما الذي سنقوم بوضعه هنا السؤال الحقيقي فكما ترون Rectangle لديها A والB وSquare لديها A والB يعني لديه ما تشابه حسنا لحد الآن لكن عندما نصل إلى Triangle لديها Base والHeight بمعنى لديها القاعدة والارتفاع يعني اختلاف كبير جداً والدائرة لديها فقط نصف القطر وعندما نريد الشيء الذي نريده من هذا الدرس هو كيفية حساب المساحة الخاصة بكل شكل من هذه الأشكال فأولاً الأبعاد مختلفة وطريقة الحساب مختلفة لا يوجد شيء يضمهم إلا أنهم كلهم عبارة عن Shape فكيف نقوم بضمهم مع بعض فبالطريقة الاعتيادية لا يمكن لأنه لا يمكننا تعريف هذه المتغيرات إذا قمنا بتعريف A و B هنا فالTriangle سيكون لديه A و B ويعني لا يوجد لديه طول وعرض والCircle لا يوجد لديها طول وعرض فبالتالي ليس حلاً والشيء الثاني عندما نقوم بتعريف دالة دعونا مثلاً نقوم بتسمية الدالة الدالة ستقوم بإرجاع Double والهدف الرئيسي من هذه الدالة وهو Get Area بمعنى حساب المساحة حسناً دعونا يعني نفكر ونقول أنا نستخدم بالطريقة العادية ونحسب مساحة كيف نحسب مساحة؟ هل يوجد شيء افتراضي؟ هل يوجد يعني شيء افتراضي لحساب المساحة في جميع الأشكال؟ لا يعني طريقة الحساب هنا مختلفة وهنا مختلفة وهنا مختلفة وهنا مختلفة وهنا مختلفة وهنا يأتي الأبستركت كلاس أو الصينف المجرد لكي يحل لنا المشكلة فما هو الأبستركت كلاس؟ هو يعني كلاس عادي لكنه عندما تقوم بالوراثة منه يجب عليك أن تقوم بعمل override لجميع العناصر أو الدول الموجودة فيه يعني إذا جعلت كلاس مثلا عبارة عن أبستركت وجعل كلاس أبستركت فقط بكتابة كلمة أبستركت هكذا أصبح كلاس أبستركت والآن أي شيء تقوم بإضافته عندما نأتي مثلا من rectangle لكي نقوم بالوراثة من كلاس اسمه shape فيجب أن نقوم بعمل override لجميع العناصر يعني نصبح مجبارين على كتابتها بطريقتنا الخاصة ولا يوجد شيء افتراضي مثلا دعونا نقوم بالأمر سأقوم بعمل دلة جديدة سأقوم بتسميتها getArea ثم أقوم بوضع القوسين ثم أقوم بوضع هذين القوسين الآخرين وسيقول لي حسنا دعونا نقوم بوضع الفصل المنقوط على ما أظن كما ترون يمكنكم أن تقوموا بعمل جسم للدلة لكن في الأخير نحن ليس هذا هو مرادنا بل نريد فقط تعريف الجزء العلوي أي بمعنى معلومات الدلة بمعنى ما الذي تقوم الدلة بإرجاعه اسم الدلة والبارامترات إذا كان لدينا بارامترات لهذه الدلة فأنا كل ما سأقوم به سأتركها هكذا وطبعا أحتاج إلى الفصل المنقوطة كما ترون لا يوجد body لا يوجد جسم في حالة كان الكلاص عادي يعني ليس abstract class فسيجبرك يظهر لك خطأ يقول لك يجب أن يكون هناك body لكن مع الabstract class هذا الأمر غير موجود وهذا هي الصيغة العامة لتعرف abstract class الآن نذهب ونقوم بعملية extend لهذا الكلاص الذي اسمه rectangle ونقوم بالextend من الخلاص الذي اسمه shape هكذا فأول شيء سيظهر لنا هو خطأ يقول لك missing concrete implementation of shape.getarea فيقول لك يجب أن تقوم بعمل implement لجميع الأشياء الموجودة هنا فلو كانت هناك عشرة دوال هنا يجب أن تقوم بعمل implement لها فكيف نقوم بالأمر؟ يعني نقوم به كما تعلمنا في درس الأوفررايد أو يمكن أن نقوم فقط بـ alt enter ويقول لك create missing override يعني يسهل عليك العمل ويقول لك هنا قم بحساب الدل أو يعني هنا أكتب ما تشاء فيمكنك أن تتركها فرغة لكن لا نحتاج إلى هذا بل سنقوم بعملية الحساب سنقوم باستخدام return لكي نرجع قيمة من نوع double فلحساب المساحة الخاصة بالمستطيل نقل له A في B بهذا الشكل ولا يوجد خطأ دعنا ننتقل إلى square سأقوم بنسخ هذا الكود هنا extend ونجد ضعفي الكبير في الرياضيات فيعني square والمربع الطول هو نفسه العرض لذلك لا نحتاج إلى ال B من جديد نترك فقط A ونقوم بعمل الدلة هنا فالنتيجة هي return يعني هي A مربع ويمكنني أن أقول له بكل بساطة A ضرب A هكذا ثم نذهب إلى المثلث نقوم بنفس الشيء هكذا ثم نقوم بعمل implement للعناصر التي نحتاجها المثلث هو القاعدة في الارتفاع على 2 سأقل له القاعدة في الارتفاع سأقوم بضعهم هنا داخل قوسين والتي هي base في height هكذا وكلها على 2 أين هي علامة division هكذا لا يوجد خطأ دعونا ننتقل إلى آخر العملية والتي هي circle سأقوم بعمل implement لهذا العنصر أقول له return والذي هو يعني مساحة أو المساحة الخاصة بالدائرة هي PR مربع يعني القطر مربع في P فأولا المشكلة التي ستواجه هنا لا أريد أن أكتب P بالقيمة 3.4 أشعر بل سأكتب القيمة الموجودة في مكتبة الماث فدارت توفر لنا مكتبة فيها جميع الأشياء التي نحتاجها في الرياضيات والتي تسمى dart.math هكذا الآن عندما أذهب إلى هنا وأكتب حرف P بهذا الشكل لم تحدث مشكلة يعني تعرفها عليها ثم مضروبة في الر مربع هكذا الر ضرب الر ليس الر كبيرة بل الر صغيرة يقولوا لي هنا اللي يجب أن أقوم باستخدامه هنا عام لأنه فقط قاموا بتغيير الاسم بدل البي بأحرف كبيرة نستخدم البي بأحرف صغيرة هذا هو كل ما في الأمر الآن نقوم بتشغيل تطبيقنا بطبيعة الحال لن تكون هناك مشاكل لأن التطبيق لا يقوم بأي عملية لكن دعونا نقوم بعمل مجموعة من الأشكال هنا في الدلة الرئيسية سأقوم أولا بعمل rectangle ستكون عبارة عن rectangle بهذا الشكل والريكتانجل سأقوم باستخدام الكونستركتور الافتراضي سأعطيها القيمة A مثلا دعونا نقل أربعة ثم القيمة B ستكون مثلا خمسة يعني على المساواة يجب أن أقوم بوضعها هنا ثم نقوم بعمل الفاصلة المقوطة لترتيب الكود كما ترون هذه هي طريقة ترتيب الكود نقوم بنفس الشيء أقوم بعمل متغير آخر مثلا ليكون هذا المتغير ليس rectangle بل square بهذا الشكل سأقول له هنا square ونفس العملية square لديه فقط A مثلا دعونا نقل أن قيمتها هي سبعة لا ننسى الفاصلة لأننا نعمل مع double أقول له var مثلا ما هو الشكل الآخر الشكل الآخر هو triangle try مثلا سأكتب له اختصار triangle ثم سأعطيه القيم التي يطلبها مني والتي هي base مثلا سيكون 5 القاعدة ستكون 5 والارتفاع سيكون مثلا 10 دائما أنسى علامة المساواة كان من الأفضل أن أقوم باستخدام constructor لكي يسهل علينا العمل يعني هذه من الأشياء التي كما ترون فائدة constructor يسهل علينا كثير من العمل لكني لم أقوم باستخدامه فقط لكي لا أضيع عليكم الوقت ثم يبقى لدينا circle سأقوم باختصارها بحرف C والتي ستكون عبارة عن circle والأشياء التي لديها هي نصف القطرة فقط سيكون مثلا 7 الآن لدينا مجموعة من الأوبجيكت الجاهزة للعمل أقوم بترتيب الكود فقط ثم أقوم بعمل print لشيء محدد والذي هو المساحة الخاصة بكل واحدة من هذه الأشياء ثم أستدعي delegate area وأقوم بنسخ الأمر هذا هنا للعناصر الأخرى فلدينا rectangle وأظن square ولدينا أيضا triangle ولدينا circle هذه هي circle أين هي السي فقط حسنا نشغل برنامج مجموعة جديد وهذه هي النتيجة أنا لا أعرف لستم متأكدمين للحساب المهم أتمنى أن تكون فكرة الابستركت كلاس واضحة هنا والاستخدام واضح منها بما أننا قمنا بهذا المثال الشامل إلى هنا ينتهي درس اليوم ونلقاكم في الدرس القادم